لو الحكاية فيها هنّا ذيكو الله أعلم لسّا قدامه وفترة أول ما هيّة تجمّع مش شايفني دي عب على مزالين ومبلغة في تقدير الرواتب يعني خالينا برضو نكون منصوصين للإنسان المصري شوية للمدالب المصري شوف برادلي وجهازه أنا بيأخذو كامل لا مش مكارب ستظرور خالينا نتكلم بأمان برادلي وجهازه أنا لو برادلي أنا لو أنا عيده مجلس دارة أنا أول عيده مجلس أول عيده مجلس رئيس بعثه رحنا جورجي كان في البداية أنا الحقيقة جيت قلت له الراجل ده لازم يمشي قلت له برادة ده لازم يمشي قالولي ليه وغيره يمشي في الجهاز قلت له مش ممكن يعني يعني أنا بقلت لك بأمان أنا لسه ضد هزر لكن أنا بكلم عن ناحية الفنية إن كان لازم برادلي يمشي وإحنا كان فيه قرار صادر من المجلس بإن برادلي يمشي ولكن خفنا من رأي العب لا من خاف كلنا خفنا من رأي العب ليه قالوا إن إحنا لو ماشنا دلوقتي وخلاص التصفيات هايقولوا إن إحنا اللي مفاعدنا هيا دي وأنا والله العزيم بأقولها بكل أمان لو كنا خدنا هذا القرار أعتقد الأمور كانت تتغير كثيرا كنا هنوصل الكثير ودي كانت من أفضل فرص النوصل ولكن الحقيقة يعني أنا الله يسامح اللي أصلا تعاقد مع هذا الرابط يعني أنا مش عارف أمريكا في كرة القدم يعني المستوى اللي وصلت من كرة القدم عشان نتعاقد مع مدانب أبريد ويليت حتى على المستوى اللي يليت بمنتخب مصر دي حقيقة أقل كثيرا أنا ما أعتقدش أنه ممكن نادي في مصر كان أهل أو زمالك يتعاقد مع برادلي فكانت الأمور سيباك من كده كمان يا سؤسة غلون حتى لما فشل في أول في أول ماتش مع فكرة الوسطف أنه في كاس الأمم وفي العقد كمان أنه يمشي بدون أي شيء يجددون يعني أولا تعاقد معها الجريمة وتفديد جريمة وإحنا اللي شئلنا الليه وإحنا الحقيقة برضو مش هقولوا إن إحنا كانت الخوف بس إحنا في مصر كان صعب يقول لك إلا ده راجل في كاس الأمم في التصفيات لا في الأول لكن لازم أنا في متابعة إحنا بنتابع على المستوى الراجل ده إيه مستوى ممتخبنا إيه هاتلي مباراة واحدة في التصفيات لعب تشكيل سابت تاني مباراة مستحق 244 لاعب أو هذا العدد في الكلام الحقيقة غير منطقي قلتوا تجيبوا مدربين وطنيين قلنا الفترة الجاية تحتاج إلى المدرب الوطن الحقيقة وعندنا ناس عندهم خبرات كتيرة الحقيقة المدربين الوطنيين ندلع للرواد فمش معقول برادلي يعني خلي بقالك برادلي كرة القدم في العالم دلوقتي أو مرتبات المدربين بقت حاجة بس أعطاك برادة كتيرة المصار نحن نبسيت للسحل المحلية يعني انت عندك من الموزي كان بيوصل ل 75 ألف يوم كان بيوصل ل 70 ألف يوم لما تيجي تشوف الأزمات اللي بتمر بيها الأندية والأزمات اللي بتمر بيها كرة المصار من ضمن المنزومات اللي موجودة داخل مصر متأسرين أكيد وما فيش رعاة وما فيش وما فيش فانعكس ذا يعني أنا الزمالك خفض 50% من مرتب المدير الفني كل الأندية خفضت الرواتب واعتقد الألقام اللي كنا بالنسمعها 180 و2 وكلام من دا اللي كان بيتأمن دلوقتي انا شايف ان ما فيش مدرب 50-60 بأقصى حاجة الله أعلم يعني النادي الآلي بيدي كام النادي الزمالك بيدي كام لكن أنا عارف ان فيه تخفيض بالنسبة كبيرة أنا لما في الاتحاد الكرة ولا موجود في هذه الأزمة أحط أرقام بهذا الشكل لكن أكيد أنا عندي بقى في بيضة بيضة دهب في الاتحاد عشان أدفع أحط أرقام بهذا الشكل هو ما فيش ولكن ما فيش بيضة الحاجة احنا كل الدخولنا كل حداك عارف البس الرعاية ولكن خلينا نتفع أنا يمكن أختلف محاطتك في في رواتب المنتخبات لأن الحقيقة فيه أندية بتدي تقريبا نفس الحاجات فأنا زي مدرب منتخب مصر مدروس زي مدرب النادي الأهل مدروس زي مدرب النادي الأهل يعني لما كان مدرب عائم كان مرتبة أعلم أنه هو مدير الفني بس كان فيه الظروف فلسائية لا أريد أن أقول لحضراتك معلومة بالنسبة لمدربين مرواتب المدربين في كل دول العالم أو بنسبة كبيرة جدا من معظم دول العالم مدرب المنتخب هو الأقل رواتب بين كل المدربين الأمدية لأن مدرب المنتخب هناك عندهم فلسفة مدرب المنتخب ده ممكن يجي في الشهر ما يحدرش اليوم أو ما يعملش بعسخة على اليومين لكن المدرب النادي مرتبط بتدريب الصبح وتدريب الليل ولذلك لقام ريال مدريد وقام ريال مدريد أو الأمدية الإنجليزية لازم يفوق أضعاف مدرب المنتخب يعني أنا بغضرتك عشو ما نقولش مدرب المنتخب أنه يكون أقل لا هو فعلا بيبقى أقل على مستوى العالم الخريف نخرج من النقطة دي وندخل بقى في نقطة رؤساء اللجان وتعيين الشغل اللاعبين وتعيين بعض المتاح في الاتحاد بيتم بردك بنفس الاسلوب اللي احنا بنقول عليه تربطات وحاجات مريحة وأن أنت شايف أنه عقلاني ومنطقي سؤال رائح أنا هجاوبك بقى في بالتجربة اه احنا لما جينا نجاحنا في الانتخابات وهنخش هنقعد بقى ونبدأ ننظم شغلنا اتكلموا أن ما فيش اشراف على ايه على المنتخبات اشراف عموما على اي حال ولا لجان انا الوحيد اللي قتلهم بعد اذنكم انا مش هشف على التحكيم انا ها رئيس لابنت الحكام كلمك بكل صراحة وكل صد ليه؟ اولا ده قانون 100% ودي هي التكلفيفة اللي هي لما يكون عندنا دور محترفين لازم رئيس لابنت الحكام يكون عدو في اتحاد الكرة ده دي اللايحة دي قديمة مش جديدة لكن احنا ديسا ما طبق نهار لازم يكون رئيس لابنت الحكام عدو حتى لو هو مش عدو منتخب عدو في اللايحة موجود زي رئيس لابنت المسابقات لازم يكون عدو دي اللايحة دولي المحترفين بعوrows اتحاد الدولة رئيس لابنت الحكام في اتحاد دولي عدوا في المكتب التنفيذي رئيس لابنة الحكام في انا سمومت ان انا برئيس لابنت الحكام انا هقول احايته الحكاية انا كان ليا فكر معين للتحكيم مصري الحقيقة تحكيم مصري خانينا اتفق كان عنصر مهمش ومهمش في جميع الاتحادات الصادقة بلا استثناء وسوري مش عاوز اقول لفظ انت قلته من شوية كانوا بيعتبر الحكام الالفظ الى حداك قلته من شوية على حاجات معينة كده للأسف شد ما قادرش اقولها لنعيب وقالها احد النقاط الرياضين اللي هو هربان دلوقتي خارج مصر وقح يعني سوري في اللفظ اسف اللفظ غير محترم على الحكام هشوف قديل مهانة والهواني اللي كانوا اللي الحكام بيتعرق فيه جميع الاتحادات السابقة بلا استثناء على الاقل عشان اكون شاهد حق اللي انا عصرته ونحك ما عرفش اللي قبل كده ايه بس كان واضح طبعا ان الامور ماشي الاسوأ فلو في من ضمن حسنات اواجبات هذا الاتحاد الاهتمام بعنصر التحكيم او على الاقل انا نقلت لهم ان ده اهم من اهم العناصر لان عندها ممكن تصرف ملايين وتحكيم يعصف بكل الملايين دي ادراج الرياح زي ما بيقوه يقولون ده عنصر مهم ومن اساس تطور اللاعب لازم التحكيم وعندها كويس عشان يبقى عندك كرة محترمة وعندك وناس حتى بتضيف حتى للمطعة طراب الكرم فقالتولم انا قالولي قالولي يا عبا عصر كده بس اتباع دي الناس يا عمو انت عادوا مقلس ادارة وبدل الشيك ومش عارف ايه وكلباتة وتقعد وتجيب اي رئيس لجنة حكامه لو عاوز تعمل اي حاجة تقالتولم انا عاوز اعمل كده عشان عاوز اعمل حاجة للتحكيم المصري نشتغل حاجة صح ونبدأ لان لما جينا مسيكنا التحكيم المصري كان بيحتضر بدليل الناس بيزعلوا من كتير فازك بدليل ان كان وصل الى مستوى متدني في الاخلاقيات ازاي؟ يعني احنا نجحنا يوم حداشر استلمنا يوم تلاتاشر يوم اتناشر كان فيه كاسة في التحكيم المصري اللي تدل على كلام وصول تدني الاخلاقيات الى اعلى مستوى وهو موضوع عنا بسميه موقعات السعادية موقعات السعادية دي ايه؟ زي موقعات الجمل كده اسوى عن موقعات الجمل لان احنا قضاء نعتبر قضاء ايه؟ ايه؟ حتى دا الحكم وليس في عسقد كان فيه اختبار لياكة بدانية وقالوا لاختبار التزوا وهو اختبار تزوا وناس جم من بلد لبلد تانية وناس جم هذا له واحد هيخش للتاني وده له ما يخش فبا بيدافع عنه فاستخدموا السنج ويحني الكلام عيب ان نقوله تانى فده مقياس لمصول المستوى سيبك بقى من السوى ليكة بدانية وإخفاق حكامنا على المستوى الدولي سيبك من هنا سيبك إن الاختبارات كانت غير حكامنا كان المستوى في كل البطرات يعني دايماً كانت تبقى هاي يعني وينجع هنا ينجع هنا ويسعر برا فأكيد طبعاً هنا في حركة مفقودة فاضح واضح إن في حركة مفقودة هي مش مفقودة هي واضحة ولكن كان نتيجة التهميش دول الحكام لأن بعض المستوى ليس كلهم اللي أشرفوا علامة حكام كانوا ضعاف كان الكرسي هو اللي بيسيطر عليها وكان بعض الناس بتستعيل لكن فيهم بعض منهم إن أنا تعلمت منهم إزاي تدير بأمانة كتير في ناس محترم عشان ما نخفلش دورهم الحقيقة عشان الناس ممكن تفتكر إن أنا ضد إيه ضد الماضي كله بالعكس الماضي كان فيه حاجات جميلة في التحكيم وفي ناس قاعد قرار تشهروا مع الكرسي ومش يحترموا وفي ناس حاولوا بقدر الإمكانياتهم في فتراتهم إنهم يعملوا حاجة محترمة آه كانوا بيصطدموا بالواقع الأليم وإن الاتحادات وإن الاتحادات وإن الناس اللي معاك مش مؤهلين بشكل كويس خلاص خلاص بالمضوطة فشلة المضوطة فشلة طيب مين هيأهل الناس اللي معا حضرتك؟ إحنا نكلم عن التحكيم إنت ما عندكش اللي أهل الحاكم ما عندكش محاضر ما عندكش معد الياقة بدنية ما عندكش مرائب عنده ثقافة تحكمية يعني أنا روح أرائب حاكم مش عارف القانون أنا المرائب مش عارف القانون موسيقى